موضوع آخر مهم جداً متحقيق الأسبوع مع مالك ترابل سي أهلا بك مالك الرحب بك القانون الهيكل الرياضية أو ما يعرف بقانون 95 معروف بقانون 1995 اللي هو القانون اللي يخص الهيكل الرياضية في آخر الثمانينات أو التسعينينات ظهرت كلمة اللي هي صناعة كرة القدم لانديو سخيديو فوتبون هذي بتبقى الحال ظهرت الكلمة وبالحق وليت اليوم نحكيه على كرة قدم نحكيه على صناعة على يعني حلقة كاملة مش نحكيه كان على المستطيل الأخضر وكرة القدم اللي تلعب مبين الملعبية بتبقى الحال ولكن فما اقتصاد كامل سعانتي نجم يوصل من كرة القدم في بلدان ولا في رق تعاون حتى في العجلة الاقتصادية هل هذا ينجم يكون أبليكابل في تونس وإلا ليه هذا سؤال الأبرز هل أنه حان الوقت الآن التغيير بتبقى الحال أنه الفرق نحكيه على هاي كرة يا رضي وخاصة نحكيه وزيد على الفرق مثلا ناخذ المثال من الرابط المحترفة الأولى اللي اليوم تنجم تولي شركات وإلا شركات مختلطة مع جمعيات لأنه جمعيات نعرفوها معتها أبيوت نولوك ختيب معتها ما هيش ربحية لكن اليوم تقول لك أنه وادي أنا نحب ندخل زادة فلوس فما مداخيل موارد قارة موارد قارة ما تنجم تكون كان بالشركات الموضوع هذا تترح مع عدد من الوزراء بداية من طرق ذياب اللي وقته في سنة 2011 كانت فما وزارة الشاباب والرياض أعطت مقترح للقانون هذا وتنشوفه بعد مع طارق العلامة بعد حال أهل الاختصاص سأتي هنا أكثر تفاصيل ولكن كل مرة نحس القانون هذا أو تنقيح القانون أو مقترح القانوني تشبد كأنه يقض في الرفوف كأنه أنسو جيت أبو وكأنه فما أطراف أيضا مصلحتها أنه يبقى الحال على ما هو عليه خلينا نكونوا واضحين كأنه نحكيوا أطراف نجب نقولوا زادة بعض من رؤساء الجمعيات اللي يقول لك أنا ما يساعدنيش أنه تكون فما شركة أورغانيجرام واضح سين أساس يعني حتى معتها في الموضوع متاع يعني الضرائب نعرفوا اللي مع الجمعيات ممكن فما الضرائب مع تمال تتفعش ولكن الموضوع هذا فيه برشة برشة أسرة حققت أنت فيه الموضوع هذا ومشيت لأكثر من طرف يهموا الأمر هذا نشوفوا تقريرك مالك ومن ثم نرجع للسود والإضافات أخرى تابعوا بعد هل الواقع الرياضي اليوم حتى معلنا تغيير منظومة الفرق الرياضية من جمعيات إلى شركات ذو طبع رياضي؟ وصلت رؤية الجمعيات شدة الحبس وشنون اللي عملتوا بعد أن الدولة معهم والسلطة معهم حد شيء نهارت اللي ينقروا قانون بتاع الشركات اللي على أساس بيش تخوا على تقها رياضة الاحتراف ويقولوا شركات تجارية معاش تقبل أن الدولة موال يا نمشيوا في السوسياتي خلي الناس تحط فلوس أو اللي يربح هي ربح أو اللي يخسر يخسر أو اللي يضع ذو ما يتويت نحا وإلا كنت حبها بالحق أعمل هيكلة واضحة أقول رئيس الجمعية اليوم بش يدخل في جمعية بش يحط فلوس ولا بش يجيب فلوس منه يشارك عنده 66% كيما في فرنسا ديركت ومونت تنحا من اللي زنبو علش في كل مرة يجي وزير جديد؟ يطرح موضوع قانون 95 يبقى في الرفوف شخصيا ما عنده شاركت في كافة اللي جان اللي أسرت على القانون الذية فيها عديد الأفكار وفيها عديد الآراء ومن بينهم عنده فكرة الشركات الرياضية اللي كدولة ماشية في المجال الذية ولكن أنه للأمانة يزم أنه يلقى القبول والصداة لداء الجمعيات الرياضية في حد ذات احترافية ما غير استادات احترافية ما غير فلوس احترافية ما غير خلينا نقوله العقلية متاع الاحتراف كسوها عند اللاعب وإلا عند المسير وإلا فهمني وليه حتى عند معناها الفيدراسيون وإلى يوم الناسي هذا المسير والرئيسي خلص بدي شيك برسوني هل صحيح الرؤسي الجمعيات الرياضية ما يساعدهاش هذا القانون وتغييز صبغة الجمعيات الرياضية؟ الليبيان متاع كل الجمعية في كل بلاده عنده بكود البيان تنجم الإكسبلوت احنا عارنا لوكال وبرش في البلاد عارنا قطاع أراضي أراضي تابعة للجمعية بلدية المكان تنجم تعاوم حتى بقطاع أراضي للجمعية بش تخلق فيها مشاريع ذات شغة ربحية ولهنا وقتها بالحق يبدأ عندك مينما متعرف روحك عندك مثلا كل شهر ما تخول من كراءات من مشاريع الساليرو متاع البجيدي الساليرو متمدش يدك ما ما تطيحش كلمتك مع جواراتك ما تطيحش كلمتك مع ومترونيرك سا سيدخيز امبورتان لحقيقة ما زلنا بعد شوي نجمو نحاولو نعمو إن إكسبرييونس بيلوت سيتا دير كي ما حبت الجامعة أسرتان ماما بهي الفكرة متاحة خليتو قو شواء الجامعة التونسية لكرة قدم كانت اقترحة برنامج كامل فيما يخص الفرق اللي في كل موسم تتذمر من نقص المداخيل ولكن ما يقال أن عدة أطراف ما كانتش موافقة خاصة مع غياب الجانب التشريعي والإرادة السياسية لحل هذا الموضوع ما عناش ضغوطات من أي كائم كان لكن نعرفوا اللي كونوا فم مع بيت موجودين في تونس حاليا ميساعدهمش اللي الجامعية الرياضية يوليوا شركات بعض الأطراف معتها طالبة بالتعامل الحذر مع الوضعية هذه وربما ما نكونوش قادرين على تكوين بطولة محترفة تمولها الشركات الرياضية فقط لكن يقول لك أني وجود دو جردوي مثلا جانب السي 40 و 50 و 60 مليار فما عباد أخرين أشق آخر يقول لك يا أخوي كان بشوالي شركة والسايدة باتترانسفورمي هذوما فامني الفلوس اللي هما كانوا دان و بري فتاتري تعدى دويون تولي جامعية ملكو الخاص كما في الأوروب اليوم التفعيل لجنة المراقبة المالية أصبح شي ملح بش الراقبة اليوم الاحتراف لأن اليوم صار انفليت وفهم جامعيات كبرى ربما تضررت كثيرا جراء عادتها انعدام ربما الرقابة برجوليا ملخرة ليز اكيب سبورتيف في تونس معناها سان مالجيري أفار دو و ترويكا اللي هما فامتني واللي بان سور وقت اللي جد جد تلقى شكون يمد معناها فامتني وكها وانت هالموضوع سينو برجة اخرين يتخبطوا في مشاكل مادية يلوى معناها أسي قران ومعناها دي رزولتات اللي حسب رايوي متفاهمين جمهور واحد كذي بارتيسيباسيون أفريكيين ايوا بعض الصوارد كيفاش في ذل صعوبة الوضع الاقتصادي اللي تمر به تونس قد يكون الحل الأنسب حسب البعض التدرج المدروس مع الواقع التونسي واللي قد يكون قانون جمعياتي وفي نفس الوقت يجاري ربحي خاص بالجمعيات الرياضية ممكن يعاونها لمواجهة الصعوبات المالية يلزمنا لهنا القانون متع التسير الرياضي كله يبدأ واضح كل عبد باش يحط فلوس قداش عليه في ريكيب بري وقداش معناها تأخر العام يناجم يرجع من الجمعية معناها من الفلوس اللي أحطهمهم تبدأ العملية واضحة وشفافة وللدولة اللي هنا زادة الدولة نجم في اللي ترانسفير كالسوات جوار اللي نحن نخدمه في جوارات بشمشيونهار ويضم مستقبلهم برا من تونس ودي قانترا أي نور ما نتبدل بالورو بالدولار حتى الدولة فهم عندها برشة موكاقانية حرام اللي الدولة ما تستنفعش به كان هذا تحقيق الأسبوع المونتاج المكرم من الحطاب نوجهه له التحية مالك تقريب شفت جميع الأطراف المداخلة في الموضوع فهما كلمة تكرت أطراف أطراف معينة أطراف أي الكلمة هذه عندي حساسية منها صراحة كلمة الأطراف إذا جيك نائب في مجلس النواب يقول لك فهم أطراف كي أنها عاملة ضغط يعني الأطراف أقوى من الدولة يعني نحكيه على انستيتيشون هون يمتابع الدولة مجلس النواب محمد الصادق قحبيش اللي هو نائب في مجلس النواب يقول لك أطراف وحتى كنت سألتوا الأطراف يعني فما تفادي للإيجابة احنا قلنا شكونهم الأطراف هذا من يجب أن يكونوا رؤساء جمعيات كما قلنا اللي ما بعض اللي ما يقبلوش رؤوس أموال كبيرة صراحة أن يوقع ده نقطة استفهم عليش لحد الآن لا يطرح هذا الموضوع في مجلس النواب لأنه جانب التشريع مهم جدا جدا سيد لديك رأي في الموضوع أي بيانسور شوف الرأي لوليني اللي لازمنا نقولوها لأنه الدولة سيها تهتم بقطاع الرياضة ولا لا اعتقادي أنه لا نقول لي عليش نقول لك لأنه نحن في سلطة التشريفات نحضره في نهايات الكؤوس في التتويجات الأفريقية والأولمبية والعالمية نعطيه البوكيدو فلور وتنتهي العلاقة غادية تقول لي لك بلك شي تغالي في ذلك نقول لك ليه تعرف أنه معز وزارة شؤون الشاباب والرياضة بالتسمية الجديدة من 2011 مروا عليها عشرة وزراء في عشرة وزراء ما تنجمش تعمل مشروع قانون سلطوي من أجل تغيير المشهد العام القانوني للجماعيات الرياضية نزيد نقول لك أكثر من الكيبش نوريك أنه عدم رغبة السلطة في تطوير قطاع الرياضة هني جايك القانون 95 تعرف المشكلة الأساسية في الملاعب كرة القدم مشنوها هو التدخل الأمني مع الجماهير تعرف القانون اللي يحكم التدخل الأمني مع الجماهير من عام قداش أكبر يظهر لي مننا هنا من جانفي 69 لم يغير ولم ينقح وقاليات التدخل ما تبدلتش هذا اللي يهم قاليات التدخل اللي تحمي الروح البشرية متاع المواطن اللي ثم مواطن ميت في استادره ما ننسوهش اللي نهار 9 جانفي راي الناس مشيت وكلت العصاء والقاس والميتين اللي احتجزوا خرجوا ما ننسوهش نجيه اليوم هذا قانون تنسيه من عام 69 نحن ماشيين به نجيه اليوم القانون 95 تلقى أنك أنت في وزارة شابه بالرياضة عندك عشرة وزراء معرف الوزارة معرف الكرسي محط المود باس متاع البيسي لم يخرج كيف يجي نجمي نطور منظومة قانونية قوانين مهمة جدا يعني إذا وحبش يطلع بجيب مشروع جديد لتطوير الرياضة فما قانون بعيني صحي مهم جدا القانون هذك لازمك ساعد تلقاله الاستقرار السلطة ويبشي حطه هذا واحد اثنين لازمك تعرف شنو المقصود من ذلك القانون هل أنه نحن في التجربة أجنبية نجيبوها وانتو انسوها وتكون فاشل لأنه اللي سمعته ديما شركات تجارية بهدف رياضي شركات تجارية بهدف رياضي هذا مثال أوروبي هذا مثال فرنسي القام مشاكل في فرنسا وفي انجلترا وفي ايطاليا اللي هي متطورة عليك امشي لبلدان الجوار وجيب مثال تنجم التونسو والمثال المصري أو المثال الجزائري أدرس الأرضية التونسية شنو تحب ياكي تو鼻 نحن نحكيه على فرع كرة القدم كابر أو نحكيه على الجمعيات الرياضية لازم نتفرق اللي نحكيه عليه فرع كرة القدم كابر وليس الجمعيات الرياضية التجربة التونسية لازمها تجربة متدرجة كيفاش نعطيك حل مش منقولوش روي تتكلم برشا الحل انك انت ساعة تسوي الوضعية الحالية للجمعيات اللي عندها قليلة رقابة رقابة مالية ورقابة إدارية ورقابة من وزارة شؤون شباب الرياضة وزارة المالية ومرجع النظر اللي عنده قليلة الرقابة على المال العمومي وحتى على المال الخاص هده مش نفعل امشي ادفع الديون للصنديق الاجتماعية خلص الضريب فس خلال دوازة القديمة ابدأ على قصص جديدة اعمل تسقيف لسلم المعاملات بالعملة الصعبة ومبعد ايجي احكيلي على نظام مختلط اللي الجمعيات هذه تنجم تخليها تحميها انت لان الجمعية راي تحمي المنخرط والجمهور والجمعية في حد ذاتها اقعد كدولة حميدها يعني نظام في نوع من الاشتراك نجم انت يجي في الفصل الثاني من مرسوم الجمعيات مش قانون 95 لان الجمعيات تخضع الى مرسوم الجمعيات والجمعيات الرياضية عندها بعد خاص بموجب للقانون الاساسي عدد 11-95 ايجي في الفصل الثاني من مرسوم الجمعيات والجمعيات الرياضية عندها اقلية التربح قرأ الجمعيات الرياضية بامكانها التربح تقع الجمعية وعندها اقلية التربح وتصفي المديونية متاحها وتنمي الوضعية متاحها ثم بعد خمس سنوات او عشر سنوات نخرج من النظام هذا الى نظام اخر اما فجأة كأن الحل في نظام جديد اسمه شركات الجارية الرياضية هو مسقط وفي رأيي لن يفيد تونس توكلمك معقول ومنطقي وفيه برشة ارزان لكن تطبيق متاعه حسب رأيك حتى المشاريع اللي تقدمت اللي في علمي من 2011 تقريبا فما كل زير جاي قدم مشروع وكل ما تحطوا في الرفوف كما كان يحكي لكم علاش لانه تقريبا فيهم نقلة جذرية اللي تحكي عليها انت يحب ينجز عبارة جوار من اللي يكول ولم ينمشي يمشي اللي كيب سنيار فما مراحل المفروض تكون فما معناتها تدريجيا تكون التشريعات هذية وقال المشروع يكون مراعي الامور لذي علاش لانه حسب رأيي الشخصي فما اول حالش تدخل عدة عناصر في الموضوع ذي عندك انت دي جا فما عندك الامن عندك البلديات والتجهيز ومتابع لانه انت اذا كان بش جيت خاصة بشتولي النوادي معناتها خاصة فلازم تدفع عندك شارج متاع الملعب عندك الضوء عندك الامبو متاعك اللي بشتولي معناتها شركة خاصة فما عدة اعتبارات اذا كان احنا بش نجي ونحكي ونغزره من بعيد ودخلوا اه والله علش ما يدخلوش لزوم دافير وتولي خاصة ما تكونش في طريقة هذه اعتباطية بالنسبة لي لانه موضوع شائك وشائك جدا تمشي امور تدريجية تمشي معناتها فما رقابة متاع الدولة كما كنت تحكي والنوادي تحاول تدخل بيجي معين لانه زادة خلينا نقوله الحقيقة يعني نفسي كما في الاربعة في رقل كبيرة مثلا كما في معاكم الاحتراماتنا الفرق اللي اقل هو في مشروع تارق ذيب وزارة تارق ذيب في 2013 كان النظام المتدرج موجود انك رأى وتنجم تقعد بالنظام الجمعياتي وتنجم تنتقل لنظام الشركات التجارية بهدف رياضي وانك عندك اجل يظهلي في 2013 تقع خمس سنوات تنتقل لنظام الجديد لكننا شو نحب نقول يا معز ننزو روسنا شوية من اللي نسمعو فيه شركات تجارية بهدف رياضي نسويوا الوضعية الحالية للجمعيات الرياضية التونسية ساعة نفهموها نرقبوها نرقبو المال الداخل الأخل فمقالية نسويوا المديونية متاحة نسقفو الأجور المعينة مثالا ندخلوا شوية في المنشيات الرياضية وإمكانية استغلالها ومبعد نمشيوا للبحث على التجربة جديدة هوني طارق نرجعوا كلمة الأطراف اللي سمعناها بما أنك انت قريب ومحامي وتعرف الجمعيات مليح شكونهم الأطراف اللي مهيش في مصرحتها أنه القانون هذا يكون موجود سالشان كأنه من عام 84 كان فهم القانون هذين متاع الهيكل الرياضية وتنقع في عام 95 يعني تقريبا حداشن سنة احنا اليوم نحكي هوم 95 الالفين وواحد وعشرين اي هو رو في الفين وحداش صار فيه تنقيح جزء في إعادة انتخاب جميع الهيكل الرياضية وقتها المدى الثوري الرياضي وعاودنا انتخاب جميع الهيكل الرياضية جمعيات وجامعات لكننا حبي تقول لك لو القانون كي تحطي تحط بإرادة سلطوية أنا ما نجمش نمن انه واحد في جلباب السلطة ويقول لي ثم أطراف اخرج ما لا خلي كرسيك وما تقعدش مدام انت محطوط في جلباب السلطة لكن هذه موضة معناتها في مجالات الكل في تونس أنا أطراف معينة وأطراف خفية وما إلى ذلك انت لهنا تعاون في المسئولية تعاون في المسئولية على شخص غير معلوم انت مدام في جلباب السلطة عليك انك تخرج القانون هذه انت كسلطة أو كنواب خطر الزوز عندهم قلية اقتراح لمشاريع القوانين لكن اليوم المشكل انه نحن معناش دراسة حقيقية للرياضة التونسية ايجا نقولوا مرة شنو نحبهم الرياضة التونسية رياضة التشريفات رياضة كورت قدم بلكش رياضة ألعاب فردية هي اللي تفيدنا بلكش نتوجهوا إلى انه الدولة تقوم بواجبها مع رياضيين الفرديين وجي تقول راو النظام الآخر ما جوبتنيش على السؤال ما ننكروش اللي فمه الضغوطات متع رؤوس أموال فيش بش يضغط يضغط على الدولة يضغط فيه على شو بش يضغط وين عاشين نحن عاشين في واقع ما نجم عنده قليل ترقاتنا يعني رؤوس الأموال ما تضغطش على الدولة في المشروع ذايا فيش في المشروع ذاكي بش يضغط على الدولة هو يضغط عليه من هنا يقول لي ما تخرجش قانونة ذا انا نبعث له التفاقدة العامة الوزارة شؤون شباب الرياضة اللي مراقبت لأمور المالية تقول نخر صحيح ولا غالط نعمل تشكية جزائية انا قتلك الكلمة اللي محبوش اسمعوها رحو السلطة مش تصويرة السلطة مش بوكيت وفلور السلطة نكتخدم تشريعية السلطة تشريعية السلطة تشريعية في المشروع ذاكي ما ذاكيش انا مريد هايش عنا قوانين متر باليا اللي وحلنا في اشكاليات كبيرة كانت تفكر الموسم اللي يفات واللي يقبلوا واللي يقبلوا كل موسم تقريبا نجي وشوفه القانون كل واحد كيفاش يقصبه ويحوره دفاصان انك معناتها ما تلقاش حتى حتى اليوم يدخل السيد هيدا عنده الحق واذا عنده الحق خليك حاجة اخو حتى خالد عنده الحق صدر بشانت يا راية ينصي ايه خالد ايه شوف انا حاسب رأي مش تغير لازم تغير شور دي باس سوليد مش تغير للتغيير لازم تدرس الواقع متاعك انت الفوتبال فوتبال كله شنو يدخل شنو ينجم وينوصل بينا حتى الانبيستيس ما الجامعيات اللي مشوالي بشركات الناس كل ما بشتمش للفرق اللي عنده اكثر جماهير وربش انبيستي وفيها والباقي الاخرين قدش عادنا من فريق عنده شعبية كبيريس اربع خمسة فرق ايه وثمانية الاخرين شنو يعم دونك مشوالي يندزي كليب رابطة محترفة اولى وثانية نظام الاحتراف رابطة محترفة ثانية نحن نحكيوا على الفرق في المرابطة المحترفة الاولى يعني مش الكل نحكيوا على الارض حتى نحطو على الولى لكن انت النظام القانوني بش سيروا على الأنظمة المحترفة اغزر شوف رو نحن لازمنا نفرقه رو نحكيه على نظام جمعياتي اللي هي بالاساس ناشطة في مجال كرة القدم انا اللي نعاود نقوله اليوم بوتاتر التشريع متاع الجامعات والتي مطورة اكثر من تشريع الدولة اللي يمتلقى تشريع الجامعات متطورة وفيها تنقيحات يومية وتنقيحات سنوية تواكب الوطع اكثر من القوانين اكثر من القوانين سبعينيات خاطر انا كان قولك مثلا قانون 94 وقانون 95 رمكي تحطوا كنارجو تحطوا ببعد سياسي تذكر وقت اخرجنا من تجربة الهواية الى اللا هواية وتحطت ببعد سياسي في فترة احتراف في فترة ما اليوم ايجا ادرس وضعك قبل ما تمشي للحل وقبل ما تجيب خطرانا نعرف انه ثماش كون مشاه جاي بالكود يسبور في فرنسا وحاول انه يتونسها ولا ترجمتها ويقول لك هذي راور مشروع الجديد مثالش ايجا ساعة اعمل دراسة واقعية للواقع الرياض هذا تخدم مرة سمحلي فانكمالك الفكرة هذا تخدم مرة في يظهر لي في ولاية سابر بوعتاي وقت اللي كان وزير عملوا اي تادوليو وشافوا شنو اللي موجود ومبعد العملية انه اللي يجي مبعد ما يكملش اللي يخدم قبله انا ضد الحل السمعي التأثيري اللي اسمه ايجا نخرجه من نظام جمعيات نمشيه الشركات مباشرة شكرا شك ترميك حب نشكر مالك زادة مالك ترابلسي شكرا لك شكرا لك مالك شكرا لك لسبوع المقبول انشاء الله انشاء الله تحقيق اخر عرفنا الاتراف جمعيات جي ملف اخر